سيادة الرئيس أصدر الأمر مع عملية نوعية لقص مواقع داعش في ديرنا في ليبيا أهلاً بجريدة الوطن وأحب أقول أنه يا رب إن شاء الله يكلل هذا النجاح بقبول وفتح من جمهور العربي ومصري أنه يلاقي عجبهم ويرفع من حالة الوطنية والانتماء اللي هي موجودة وباقية ورسخة في كل مصري ولن تموت أبداً نحن بس بنحاول ننور على بطولات وننور على حكاية وتضحيات ولحظات فارقة وحسنة في عمر هذه الأمة من خلال الأداة لنملكها اللي يبقى نعمها السينما وتلفزيون أتمنى يا رب الخير الحمد لله رب العالمين أنا ما بخافش غير من ربنا سبحانه وتعالى يعني هو من كرمني وهو من يحميني أنا بالعكس يعني أبواق الكذب والشر والخيانة والتمويل الغربي وللأسف جهات أخرى كده كده هتتكلم وكده كده هتهاجم وكده كده هتكذب وهتلفق وهتجيب فيديوهات وتجيب مقاطع فيعني دول يعني إيه؟ دول الكلاب التي تعوي والقافلة تسير وستظال تسير بإذن الله يعني لكن كنت عندي تمني وإحساس بالمسئولية وإحساس بالحساسية أثناء كتابة الفيلم عشان حساسية الحدوتة حساسية الدراما حساسية موقع التصوير عدد النجوم اللي معاك حساسية القضية دي لما تطرح على الناس وتمني إنها تلاقي قبول لكن خوف لا الحمد لله لا أخافش القصة بتدور إيه حاولين بالزبط دي مش هتخدها من أي مؤلف قبل من فيلم ينزل وتعرفته مبدئيا يعني لكن هي بتدور حاولين الحاجات اللي تم استنبطها والسنتجة من البروم الأول وأشياء أخرى بقى بنستعرض فيها حاجات كتيرة قوية الحاجات دي فيها تضحيات المواطن العادي وعشان لقمة عيشه وتضحيات للمقاتل المصري عشان شرفه بلده وأخوه المصري وتضحيات وقرارات حاسمة من القادة اللي بتحكم هذه الدولة لإن البلد دي ليها أصحاب ولها حكومة ولها مؤسسات وهي دولة مؤسسات تعمل ليلة نهارا ولا تكل ولا تمل الفيلم هتخرج منه بإذن الله أو يعني كان أحد أهدافي إنه تبقى أنت حاسس إنك متطمن زكرت كده حادثة بسيطة إحنا سنتجنا كلنا إن الفيلم مستعرض أو داخل درامة الأحداث زبح عشرين مصريا ويقال خطأ دي من واحد وعشرين هو لأ عشرين مصريا الواحد وعشرين كان أفريقيا وماثيو باسمه ماثيو فزبح الواحد وعشرين دول تم الثقر ليهم من المصريين ومن القوات المسلحة المصرية ومن صور الجو طيب هل باقي الدول بقى زي أمريكا وزي كندا وزي الدول العظمى العظيمة التي تكتب في خانة البسبور في الصفحة الأخيرة سنحرك وسطولانا من أجلك هل تفعل هذا السفارة الأمريكية لما فجرت في 2013 وتم التمثيل بجسة السفير الأمريكي هل فعلت هذا يعني أمثلة كثيرة ممكن أضربها لك دلوقتي ليس في معرض الكلام ولكن يعني احنا بنفعل هذا احنا الدم المصريين عندنا خط أحمر مقصود منذ بداية التصوير والترتيب لها لأنه مرت خمس سنوات سيد الرئيس أمر بإخامة نصبه أمر بالعديد من الأشياء لأهالي الشهدة في المينية والمصريين الصابرين المحتسبين الأبطال لأنه في التقبير اللي حصل على الشركة التلفزيون اليومين اللي فاتوا تشوف أنه مصريين صابرين محتسبين رضيين بفقرهم اللي تم رده ومبسوطين أنه تحت حكم لن يضيع دم أولادهم هدرا يعني أنا كنت يعني بيقول اسمعت أحد الآلي بيقول في التلفزيون أول مبارح بيقول احنا مبسوطين جدا احنا يوم مفارح عندنا ونفرح للما مدروح الكنيسة ونشوف صورته مع الشهدة في السماء لا لا يعني مصريين والمصريين المسلمين والمسيحيين نسيق واحد ولن ينفصل هذا نسيق وأنا متأكد أن الفيلم ده حيؤكد فكرة أنه أي محاولة للإقاع بين المصريين بإذن الله بإذن الله سوف أترش اشتركوا في القناة